مناقش المشاركون في النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال جلسة بعنوان الدفع بالسلم والتنمية المستدامين في البحر الأحمر التحديات والفرص القائمة لتحقيق السلم والتنمية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريكي وذلك من خلال مناقشة الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وما تواجه من صراعات وتحديات أمنية وأزمات إنسانية بما فيها النزوح القصري وضعف الأمن الغزائي في ظل التأثير الكبير لتغير مناخ وركزت الجلسة على الفرص المتاحة لتضافر جهود وإرادة الدول المنطقة للدفع بسياسات السلم والأمن والتنمية وتعزيز قدرة الدول على حل النزاعات والصمود في وجه المخاطر المتعددة التي تجابها المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والإنسانية على نحو أكثر شمولاً والسدامة وكان قد أكد رئيس أسيسي أمس في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان ضرورة الاهتمام بالتحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية خاصة في ملف استقرار السلم والأمن وإضاف الرئيس أسيسي خلال كلمة له بفعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أن مصر أنشأت المركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب لخدمة شعوب المنطقة فضلاً عن السعي المستمر لبناء قدرات المؤسسات الافريقية في المناطق المتدررة خاصة منطقة الساحل كما أطلقت مصر أيضاً مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات